موسيقى يا مساء الفل او صباح الفل على حسب انت بتتفرج علي امتى وعجائب وطرائف القورة في مصر لا تنتهي لو انت فاكر انك في يوم الايام ممكن تبطل ضحك او توقف ضحك تبقى غلطان يعني فعلا الكورة في مصر جماعة حاجة مش للمتعة لا حاجة للضحك يعني حاجة كوميدية يعني انت مثلا ايه زي ما كنت تقولك ايه نفتح مطش نستمتع نفتح مصرحية نضحك لا دلوقتي يا باشا انت تفتح المصرحية تستمتع تفتح المطش تضحك تضحك بقى الاخراج تضحك بقى عالكلام اللي نسمع المدربين تضحك عالتصريحات اللي تطلع تضحك عالبيانات تضحك عاللي بيحصل عندنا الكورة في مصر حاجة مضحكة جدا جدا وبقى كوميدية اكتر من الافلام الكوميدي في عزاه ولا تقولي باسمعي يا سين ولا هنيدي ولا معرفش مين لايه اباشا اتفرج وتابع الاحداث الكراوية في مصر من مطشاط بقى لتصريحات لاعلام هتجد ما يسرك اقسم لك بالله هتجد ما يسرك طيب النهاردة طعين نتكلم في ايه طعين نتكلم النهاردة في شوية حيات كده ليه علاقة بيان الزمالك بيان الاهلي تحرش لاعب المنتخب الاولمبي عندنا النهاردة كام حاجة كنا محتاجين نتكلم فيها بس قبل ما نتكلم في ايه حاجة وقبل ما ندخل في التفاصيل انت عارف كويس لو انت ما تفرج عليها ام سبسكرايب ولايك وشير قفتح جرس تنبيهات خروج مصر من الاولمبياد كان لسه من كام يوم والنزعلت شوية او نزعلت كتير لان احنا كان عندنا احسن من كده وكنا ممكن مش نكسب البرازيل ولكن نعمل اداء كويس نحاول نخلق فرص يبقى لنا شكل في الملعب مش ان احنا نبقى خارجين من البرازيل وفرحانين ان احنا خاصلين واحد بس وطبعا تصريحات حجازي ورمضان وشوية غريب بيانت كده بيانت ان احنا راضيين اوي بالخسارة واحد صفر بس من البرازيل واضح اوي ان ما كانش فيه اي لاعب زعلان غير الشناوي وغير اكرم وغير عمار حمدي لكن بقى اللعيبة كلهم كانوا مجهزين التصريحات وكاموا راضيين بالخسارة بهدف واحد مش عايز ارجع بقى اتكلم على التكتك واللي حاصل وبتاع عشان الكلام تعانه في اللايف بعد المتش وخلاص بقى احنا خرجنا البطولة والدنيا مشيت وعدت زي ما عدت قبل كده في حاجات كتيرة اوي ولكن انا نفسي بس ايه يعني نخلص ونمسح نغمة الخروج المشرف والاداء المشرف ويبقى عندنا طموح ان احنا نكسب اي حد واحنا مش اقل من اي حد خصوصا لو الفوارق قريبة زي ما كانت قريبة كده في الولمبياد لكن قد الله ما اشع فعل بس مسلسل الولمبياد لسه مخلصش مخلصش او مخلصش النهاردة فوجئنا ببيان من اتحاد الكرة المصري باقاف عبد الرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي والمنتخب الولمبي بسبب الاساءة ليه يعني احدى العاملات في فندق الاقامة في توكيو الاساءة دي معناها ايه هو بيتقال ان هو هل بقى تحرش بيها هل مثلا بقى يطلق في التحقيقات اصلا كنت بقولها الحمام منين فافتكرتني ان انا بتحرش بيها فاشتكتني مش عارف بصراحي يعني انا مش عارف بدينا تمشي ازاي ولكن عبد الرحمن مجدي لو اصلا ملعبش ولا ديئة بقى له 6 شهور عبد الرحمن مجدي لو متاخد مجاملة عبد الرحمن مجدي اللي اصلا مفروض مكانه كان يبقى احمد عبد القادر حمدي او احمد حمدي بتاع مونتريال الكندي يشاء القادر انه هو العيب الوحيد اللي بتاخد مجاملة وهو العيب اللي تحصل منه مشكلة ويتوقف من اتحاد الكرة ويتحول التحقيق هنشوف نتاج التحقيقات هل هيطلع عندنا عمر وردة جديد ولا يعني دينا هتمشي بسكة بقى انه هو بقى مكانش يفاهمها وهي يابانية ولا بقى صينية ولا معرفش من اي حتة وكان بيقولها بوليكا طبعا انا جاية ما تفهمش بقى الدين هتمشي ازاي وهتطبخ وانه هو بلدها يطلع ما عملش حاجة وبصراحة الله اعلم يعني الله اعلم الحق فين انا معرفش هل هو فعلا يعني كان سوء تفاهم ولو هو فعلا حاول يتحرش بيها الحقيقة كلها عند المولى عز وجل ولكن القادر يعني بيعاقب شقوق غريب من ده اللعب اللي انت واخده معاك مجاملة وملعبش خالص وطلع منه مشكلة يعني كنا نتمنى بصراحة ان الجيل ده يطلع منه حاجة احسن من كده وعندهم امكانيات ولكن كالعادة بيبقى عندنا مواهب وعندنا طموح وامال على حاجات كتيرة ولكن في الاخر بتنزل على مفيش فده كده بالنسبة للولمبياد ونقطة من اول السطر ننقل بقى على الموضوع التاني وموضوع البيانات الاهلي طلع بيانه وقالك ان احنا مقدمين شكوى في قناة الزمالك وفي بعض الاعلاميين اللي موجودين في القناة الخاصة بسعب تجاوزهم في حق الاهلي وقدم يعني شكوى في اربع اسماء تقريبا ومعها فيديوهات للمجلس الاعلى للإعلام عشان خاطر يتم بقى التحقيقين معاهم يتم يقافهم ايا كان هل ده حق الاهلي اه حق الاهلي طيب هل العكس حق للزمالك اه حق للزمالك ولكن الزمالك فجئنا ببيان غريب جدا غريب ليه؟ لان اول حاجة يعني رئيس الزمالك بيقول في البيان بصفة شخصية كده وكاتب يعني البند الاولاني او اول يعني نقطة في البيان بتقول ان احنا اول ما مسكنا او تولينا مجل شدارة الزمالك وكان الاهلي فاس ببطولة بعثنا برقية تهنئة تمام؟ وقلنا الكابتن محمود الخطيب لكن لما الاهلي رد علينا بعديها في انجاز تاني خاص بينا ما قالش كلمة كابتن قبل حسين لبيب ما قاليش يا كابتن طب معلش يعني دي معناها ايه هوحنا بحضان يا جماعة يعني هوحنا بحضان يعني ما قاليش يا كابتن يا يعني موضوع ابصب من كلمة مش محتاجة يعني حاجة بجده والله تعيب والله الكلام ده لو انطلع من الاهلي كنت اقول نفس الكلام مش عشان انا اهلاوي نقطة تانية برضو يعني في البيان بتتكلم على النادي الزمالك هو النادي الاكثر تتويجا ببطولات القرية في القرن العشرين طب هو ايه علاقة النقطة دي بالبيان يعني انا مش فاهم طب انت دلوقتي الزمالك يعني هيفضل لحد امتى بيقول ان احنا نادي القرن طب انت ساب القرن جيدة بيجري منك يعني الاهلي عملي اخط البطولات ووصلنا هو ما شاء الله علينا وتسعة وعشرة وبتاعهم ماشيين وانتوا واقفين على القرن اللي فات عمليين بتحربوا على ايه على رقب شرفي يعني يعني يا باشا انسى او ما تنساش يا عم طالب بحقك وروح قدم شكوة وعمل اللي انت عايزه لكن ركز بقى ركز في دلوقتي هاي دي عملك القرن التاني انت كال هطول لقرن عشرين ولا واحد وعشرين فاعني ايه فايدة ان انا حط الجملة دي مش عارفها مثلا تكرارها هيخليك انت تاخد اللقب ده انش عاربعين برضو في نقطة دان يقولك ايه زي برضو ما الاهلي يقول ان هو فوق الجميع يا باشا في ايه يا باشا يعني ما الاهلي حر يطلع الاسلوجن اللي هو عايزه وانت بره طلع الاسلوجن اللي انت عايزه انت سين شايف نفسك النادي الاكثر تتويجا بالقرن العشرين براحتك مفيش مشكلة لكن ايه علاقة ده بالبيان انا مش فاهم طيب وانت اصلا برضو في حاجة تانية طلع بيقولك ان احنا بنقف ورا الاعلاميين او الاشخاص المنتميين لنادي الزمالك اللي بيطلعها في قانوات خاصة انا مشوفتش كيه بصراحة يعني اول انا اول مرة اشوف ادارة نادي بتطلع بيام تدعم في الابناء النادي اللي شغالين في قانوات تانية هيصدهم مش خنائة يا جماعة يعني هو الموضوع مش خنائة وبعين انا شوفت طلع الاهلي طلع مثلا بيدعم محمد فاروق وطلع مثلا بيدعم وليد صالح الدين في قول سبورت بايه ده مش حاسمة كده انت تدعم قناة النادي بتاعك انما تدعم الناس اللي شغالة زمالكوية قانوات تانية طب ايه يعني بدعم يعني وقف وراهم يعني انا شاب بصراحة انه هو بيان للشو مش اكتر يعني يمكن الحاجة الوحيدة اللي عجبيني في البيان وهو الشجب و رفض التطول على شكبالة و انا بصراحة احب من الناس ما بحبش المعودة فكرة بقى انه اشتم لاعب سواء بقى من هنا او من هنا يمكن اقول شكبالة بيرد الاساءة بالاساءة وده مخالي موضوع يتطور من 2007 لحد النهاردة عندك مثلا متعب لما كان بيتشتم وكان بيسكت بقش يتشتم ده الفرق يعني فيه لعيب تشتم وسكت جمهور الفرق اللي قدامه خلاص بسابه لكن فيه يعني حد تاني بيرد هيفضل برضو جمهور يرد عليك وانت ترد عليك انت فرد ممكن تتحكم في عصابك لكن وتحكم في تصرفاتك لكن فيه جمهور تاني كبير فيه فئة بتشتم فئة تانية محترمة فانت بقى مش هترد على كل واحد ان عندنا دلوقتي اللعيبة في مصر كل حد فيهم بيقرأ كل جملة بتكتب عليه في سوشال ميديا ويعلى عليها يا باشا انت شخصية عامة ولعب كرة او ايا كان اشتغل وركز في شغلك وسيبي اللي يتكلم يتكلم مفيش حد اجمع عني الناس كلها انت لعب كرة وعندك شغل او شخصية عامة او ايا كان ركز في شغلك ومالكش لعم الناس بتقول ايه اللي يشتم يشتم واللي يمدح يمدح انت ركز في شغلك بس واي حد بيقول كلمة سيئة هيتحسب عليها ودام ربنا واي حد بيقول كلمة كويسة هيخد عليها حسن لكن انت متركزش فيها فانا مش بتكلم والله اشتغل في شغلك انا بتكلم في المبدأ عامة لان انا بيتكلم ان حتى كمان اللعيبة او ابطالنا في الولمبياد برضو بيركزوا على كل واحد دخل كتب ايه او بيصف احنا يا سيدي شعب مهرج بيحب يصف ويهزر ويبقاعد كده على كيبورد عمال بيأكل ويشرب ويقعد يقلش احنا شعب كده هتوعد انت بقى تعمل عقلك بعقلك كل واحد في الشعب وترد عليه مش منطق فنرجع الموضوع تاني الزمالك حق ان هو يدافع عن حقوقه الزمالك لما يشوف مثلا ان سيد عبد الحفيز تطول مثلا او هاجم النادي او قال تصريحات ليه علاقة مثلا باثارة الفتنة هو او اي حد تاني الزمالك يعمل كده كما قاله بيعمل يطلع يقدم شكوى وبيان وفيديوهات والله يا فلان فلاني عمل كذا كذا لكن بقى ادعم ولادي النادي للشغلين في قنوات تانية واصل نادي الزمالك نادي القرن العشرين والاكثر تتويجا واصل ما قال ليش يا كابتن يعني ايه ده يعني الموضوع بصراحة يعني مضحك اكتر ما هو حاجة وقعية يعني بيان انا حسيت فجأة ان مرتب ونصور هو اللي ماسك بامانة يعني وبس برضو يعني بالمناسبة يعني كده موضوع التعصد الموضوع وينتهي طول ما فيه اعلام بيدور على الفيوز يعني بنامج معين بيجيب شخص معين الشخص بيقول تصريحات اللي هو مثلا ايه انا بكره الاهلي جدا مثلا او واحد تاني يقول لك يوعد يهبد او يقول اي كلام ويفضل او اتنين يجوا با يفضلوا ايه واحد يقول لك ايه اصلي موسماني مش عارف اخي بتوط افريقيا بس هو صفر ده اصلي والكلام ده كلنا احنا عارفينه ده وبنتممت من غير ذكر اسماء طول ما فيه ناس تطلع تهبد على الفضائيات والناس بتديها فيوز هيفضل دايما الناس دي موجودة وهيفضل دايما فيه تعصب وبرضو الجمهور طول ما فيه جمهور عمال بيرد على بعض ومعرفش ايه على سوشال ميديا وجمهور بيشتبه ومعرفش ايه هيفضل برضو التعصب موجود سواء من الجمهور سواء من برضو العيوة اللي تعمل تصرفات مش محسوبة سواء من الاعلان فهي منظومة كلها ما ينفعش ان انا احاسب طرف المنظومة وصير منظومة كلها هي منظومة متكاملة وهيفضل التعصب موجود كده كده فبلاش بقى جو ايه وانا بردو بسرحة شايف بردو بان الاهلي والناس عارفة وبتتفرج وبيجيب فالشكوى ليه مش تمامل اي حاجة مش تمامل لغير بقى لو فان حد بيطلع مثلا شتن او عمل حاجة صراحة لكن الاخبار الفيك والاخبار اللي هي فيها شوية سبايسي عشان خاطر تجيب مشاهدات عمرها ما هتأثر في اي حاجة فشكوى الاهلي صباح الفول مش هحصل فيها حاجة وبيان الزمالك يعني بيان انا قلت بصراحة وصفته انا بحبش سف لكن يعني فعلا بيان غريب جدا بالنسبة لي خلينا بقى نركن الحتين دول ونتكلم في اخر حاجة الدوري الماصري راجع بعد ما خرجنا من الاولمبياد الاهلي عنده ماتش مواي دجل يوم الاربع ماتش المؤجل لو الاهلي كسب هيتساوى مع الزمالك واللايحة بتقول في حالة تساوي فرقين في نفس عدد النقاط في المربع الزهبي يعني اي فرقتين في المربع الزهبي هيتساوى في عدد النقاط الفرق او التفوق هيبقى بالمواجهات المباشرة يعني غير مربع الزهبي فرق بالاهداف عشان بس خالد لغندور تلع قالك اللايحة ايه بتقول فرق الاهداف لا فرق المواجهات المباشرة والناس تقدر تروح تتأكد من لايحة اتحاد الكورة تمام تمام اللايحة لو كسب ولي دجلة هيبقى قدل زمالك وهنشوف سبع جولات من نار من نار الدولي السنة دي يعني قوي جدا وصعب جدا والفرقتين بيخسر نوع كتير والفرقتين بحالات فهنشوف ايه لا يحصل دول كده كانوا كلمتين عن الاحداث اللي بتحصل حوالينا دلوقتي سواء موضوع عبد الرحام مجدي او موضوع البيانات او موضوع جدول الدوري او التعصب خلينا نشوف الدوري هيروح لحد فين لو انت ما تفرج علي امي سبسكرايب ولايك وشير وفتح جرس التنبيهات شوفكم الحلقة اللي جاية سلام اشتركوا في القناة